سلام عليكم لبنات ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة راح بكم مرة أخرى في القناة وصفتنا اليوم عصير المخطوب الليمون والنعناع الحقيقة هو من أروع أنواع العصائر منعش وخاصة في شهر رمضان إذا حطيتوه فوق المائدة التحكم راح يزينهاكم بهذا اللون الجميل ولا حتى في سائل أيام خصوصا في فصلة الصيف راح يجيكم بزاف بنين تبعوا معي لبنات المقادير والطريقة فرجة ممتعة للجميع نروح أولا للمقادير هنا عندي أوراق تعنانا إذا كانوا الأوراق شوية صغار ديروا 20 ورقة إذا كانوا شوية كبار ديروا 15 ورقة عندي هنا حبيبات تعليمون ديروا زوج حبات ليمون متوسطين الحجم أنا عندي شوية صغار ديرت هذه الكمية اللي راكم تشوفوا فيها بعد ما قشرتهم نحيط لهم هذي كلابو الصفراء نحيط لهم ثاني هذي القشرة البيضاء هي اللي راح تمرر لكم اللوجود تحكم حرصوا لكي تنحوها كامل عندي هنا لها سيد سيتريك أو حمد السيتريك وعندي نصف كاس للسكر هؤلاء لكم الليمون قد تضغطوا هكذا أطراف صغار ولازم تضغطوا عليه هكذا بسبعتكم لكي تنحوه كامل الأعظام لا تخلوه ولا واحدة لأنها هي اللي راح تمرر لكم طبعا لوجود تحكم باش ما يجيكم شمر ديروا هذه العملية هكذا ونحوه نجيب هنا الطاس البلندر حطيت فيه هذي الليمون نحط فيه الأوراق نعناع نحط نصف كاس للسكر ملعقة صغيرة حمد السيتريك ونضيع هنا تقريبا واحد الكاس بالنسبة لكمية الماء التي استعملتها هنا في هذه العصير لتر وفوقه يعني أقل من لتر ونصف نخلط أولا هذي الكاس مع باقي المقادير حتى نشوفوهم الطرحة كامل كما راكم تشوفو نعود نفتحوه ونزيد لكمية الماء التي هي الليتر معنتها الليتر وكاس الماء المعدني طبعا نعود نخلط بغلاء دوزين فوا وهنا يكون الحصير التاعي حاضر وهذا هو المخيطة كيف اشتارجة من أرواح ما يكون بالنسبة لكمية السكر ثم تحكموا فيها انا ما نحبش حاجة سكري بزيف ثم تقدروا تصلوا حتى الكاس إلا ربعة السكر تزينوها بالورقة شوية السيدرون أو شريحات الليمون وتحطوه لأفراد العائلة يجيب بزيف زبنين ويجي منعش نتمنى الوصفات على اليوم تكون عجبتكم خفيفة ضريفة نقولكم إلى اللقاء في كيفية أخرى بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة